طيب ده برضو يرجعنا تاني الى القرارات اللي بتتاخد هل حق الانتفاع ده ميسر ومساهل فعلا لعملية البناء والمصانع ولا ده امر يجعلك ايضا غير قادر على الحصول من البنوك على قروض ضمان الارض لان انتفاع مش تمليك فيعوق في تمويل المشروع يعني ما فيش شك انه تسهيل انك انت النهاردة تاخد ارض بمسار الترفيق عن طريق مثلا الشراء او عن طريق المنفعة لمدة خمسين سنة طبعا المنوك بترفضها في الوقت الحالي لكن ده قابل للتعديل قانون المنوك ده مش قرآن ولا انجيل فقابل للتعديل واعتقد ان ده بصدد الكلام ده لان ده خلصة تبقى سياسة الدولة الحاجة التانية زور دوبارب بنرجع نقول انه لازم يتم عملية يبقى فيه رؤية شاملة اللي احنا عايزين نعمله ما ينفعش فكرة الكاتن بيست الحتة حتة لازم فيه منظور استراتيجية اول حاجة في الاقتصاد بيعلموهنا يقولك اذا فشلت في التخطيط فانت تخطط للفشل فالفكرة كلها ان الوزارة اللي موجودة مظلومة والرياس الجمهورية مظلومة لانها توارست على مدار السنين الاعوام العشرات الاعوام السابقة النظام اللي احنا عاملين ننزل فيه زر مال المتحركة دي عشان كده احنا لما نقول يبقى فيه باي باس ده لازم يتعمل بصرف النظر على اي مشكلة لان انا برضو حتة في موضوع الاراضي برجع لنفس النقطة اللي انا شخصية مقتنق بي ان المستثمر اللي منعه مش التحفيز هو رفع المعوقات يعني انت النهار ده فيه دول اعلم منك فيه دول بتاخد شغلك وعلى رغم انه يمعناش مميزاتك طب هو السؤال المطروح يبتاخدها ليه مش عشان مندياله مميزات مش مندياله ضرايب اكتر احسن ولا ما انفقة ولا عندها عملة زي اللي عندنا ولا عندها سوق في مية ولا الكلام ده كله لكن هو هناك متهسر ليه انزل اشتغل يعني فيه اسواق انزل الورق ده واذا اشتغل طب انا ما اعمل الكلام ده كله انا لغاية دلوقتي يعني باشفق على الوزراء الموجودين وباشفق على معالي الرئيس لانه فعليا ضغوط شديدة وانك انت مش هدر تعد المرحلة دي الا من خلال انه يبقى فيه تصنيع مش بس تصنيع على فكر عشان بس ده ما نختزلش الموضوع ده في التصنيع انت عندك ولد صغير عمل شركة بتاعت اوتوبيسات عم ننزل اعتراحها بمليار ونص دولار انا مش بس لازم افكر في موضوع نعمل اسيكة وبراية واسيكة لا 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 الكلام ده عاف عليه الزمن مطلوب احنا عندنا مجتمع في 100 مليون اي مجتمع في العالم بيشعر على عشرين في اقصى مجتمع عشرين في المية من ادمغته انا ادور على عشرين في المية دول اتعامل معاهم وبعد كده في نقطة مهمة لازم برضو من الحاجات اللي احنا خدناها على مدار السنين ان كل ما الانسان كبر كل ما كان يبقى في دي المجتمع لا الزمن كانوا بقول الزمن هو المقياس الوعيد اقتصاب الخبرة فكانوا لك اربع سنين وتبقى في الدرجة الخمسة اربع كده النهاردة ده المقياس ده اختلف تماما انت كل ما بتكبر كل ما بتبقى عبا على الشركات وعشان كانت لايك نفسر كبار فلازم كمان تتفكر في معايير انك تختار شباب واعد كويس اختارهم فين اختارهم فين اعمل غير بلا امتفكر كنت نفسر منتكلم لا اختار عام يعني اختار خاص ادارة دولة ادارة دولة ادارة مرافق ادارة افكار يعني انت النهاردة مثلا لما بنتكلم على عملات التصدير في احد المصادر قال لك احنا منصدر للكوميسا الافريقية بان اثنين واربعة من عشرة بس احنا فرنا نصدر باربعين باربعين مليار طب يا سيد الفاضل طب هم ماجوش ليه طب ونجيبهم ازاي الفكرة كلها كل الافكار اللي طرحت هي افكار قديمة فكرة انك انت تدعم تصدراته ده كل ده مش مزبوط ومش اوديك لحت الحاجة الوحيدة اللي هتوديك لحت دي ان الدولة تستثمر مش تدعم تستثمر في خمس ست هبات في افريقيا تحط فيها البضاعة المصرية الغريف في الكلام ده كله اللي احنا عملناه ايام عبد الناصر ايام شركة الناصر وكننا من انجح الافكار عشان انت تصدر الاربعين مليار دولة بتدي بالدعم المصادرين باربعين مليار طب يا اه لو سمحتهم حطوا خمسة مليار مش دعم استثمر في خمس هبات او ستة رايس لو بكر قال يا جماعة انا بعد ستة وشر عايز ستة هبات في ستة دول هيتعاملوا وده حيرفع صادرات لك تقول لي هتدعم هبات اللي هي ايه بقى بالزبط هب يعني مغزن كبير وتقدر تبيع من خلاله المنتج الماضي زي الصينيين ما عاملين يكون عندك هناك هو ده الحل بداع حضرة يا مريم يعني تبقى بداع حضرة ومباحة لان انت عندك مشكلة ثقة مع الافرقى والافرقى عندهم ثقة معنا مشكلة تحويلات كل المشاكل وانت عندك بضاعة تحطها في الهب اه طبعا احنا ممكن نصدر بضاعة كتيرة ان فيه نقطة مهمة جدا الصدرات المصرية 80% قايمة على بعض الشركات الكبيرة لان انت بصدر لأسواق اوروبا امريكا الدول العربية معظمة محتاجة كواليتي معين افريقيا ممكن تشغل فيها صناعات المتوسطة والصغيرة الناس التي تحكي الصغير لان دول ممكن ده انت ممكن تأمل تحكي اوسع كده زي